خليني بعد ما قرأنا المشهد في الخارج وأزمات حصلت بسببها في المجتمعات والمعادن كمان ظهرت على المستوى الدولي في مصر وداخل الحدود الأطباء العناصر في القطاع الصحي كلها التمريد إلى آخره قدمت دور مهم جدا المجتمع شايف الدور ده بقوة وبتحية وبتقدير في نفس الوقت تابعنا مشاهد الحقيقة كانت يعني على المستوى العام تقريبا لم يوافق عليها أحد زي مشهد عدم دفن الطبيبة اللي ضحت بحياتها علشان تعالج المرضى حضرتك شفت بقى الصورة دي كلها ازاي بكل زواياها بكل أركانها يعني أنا واحد من الناس يعني بس سجلت هنا أول تحية للأطباء ومجموعة التمريد من حول شهر تقريبا يعني أول تحية خرجت من هذا البرنامج تحية لهؤلاء الناس الحقيقة والحقيقة أيضا لعائلتهم حتى اهتمينا بعائلتهم أيضا لأن عائلتهم أيضا تحملت جزء كبير جدا من أنه الحكمة والاتزان أنه دي أزمة وعدم والاحتواء يعني يعني بالحقيقة طبعا بالقطع هذا الجيش الأبيض يعني استحق كثير من التقدير وليس كثيرا عليه أنه الطبيبة والطبيب السابق قبل كده أن يوصفوا بأنهم شهداء أسعدني جدا أن توضع اسم الدكتورة على مدرسة أن يوضع اسم الدكتور السابق الشهيد اللوح على شارع لأنه نحن في هذه الحرب بجد وبالتالي ينطبق عليها كل قواعد الحرب لكن هنا لا يزال فيه نقص فيه التفاهم مع المجتمع لا يزال إزاي بقى يعني مجتمع برضو في حالة خوف شديد يعني الناس في حالة خوف لكن حالة الخوف دي مش مترجمة عند معظم الناس إلى حذر يعني وبالتالي بتلاقي فيه تجاوز في قواعد اللي فرضها الحكومة اختراق زي التحدي كده تلاقي الناس صممة تنزل ما عندي ده الحل لمصلحتها يعني والأمنها يعني بيتقول لهم يا جماعة بيش عارف بيحتروا فرح بيش عارف بيحصل إيه هنا المشكلة كبيرة الحقيقة يعني والجنازة نفسها اللي هم رفضوا دفن الدكتورة سونيا فيها هم مجتمعين جنب بعض يعني ولا مندهج جدا في مشهد هو أصلا بينشر الفيروس أساسي لا وبعدين حتى خرج المدير المستشفى الإسماعيلية وقال القواعد قال إن في قواعد بتتم تغليق في التخسيل وعملات دي كلها بتضمن يعني سلامة الجسة من إنها تعمل أي عدوة أو كده أنا كمان دهجت أكتر من قضية عدم الدفن يعني يعني ما فيش جامعة في مصر ما عندوش جامعية خيرية وعندو عربية اللي دفن الموتة مكتوب عليها تكريم الإنسان فإيه اللي جرى؟ في قيامنا ووصولنا إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى؟ مجتمعنا إيه اللي خلى الناس مفزوع إلى هذا الحد؟ هل هو قدرة بعض الناس على التهييج؟ قد يكون هل هي قدرة بعض الناس على استثمار الأزمة بحيث أنها تعمل تعمل مشكلة للمجتمع مشكلة للناس مع الحكومة مثلا؟ قد يكون فوضى لكن أيضا في سيكولوجية الأزمة بتاجة دي حاجة مهمة جدا بتاجة دي ما يسمع بترجمة الفزع إلى سلوكيات يعني مثلا علم الاقتصاد وعلم مبني على حسابات وإحصائيات وتقديرات وخطط وحاجة يعني صعبة جدا أنها في الأزمة اخترع ما يسمى بعلم الاقتصاد السلوكي